المرسلة منيرة عبدالله من الدمام تقول في أثناء الولادة أتلو آية الكرسي والمعوذتين وأنا في حالة عدم طهر بقصد التخفيف علي من الله سبحانه وتعالى وإذابتي الأجر فما حكم فعلي هذا جزاكم الله خيرا هذا موضع خلاف بأن المرأة الحائض والنفس اختلف العلماء هل يجوز لها أن تقرأ القرآن لأن مدة الحائض والنفاس يطولان عليها فإذا منعت من القرآن تضررت ولأنه لم يرد دليل صحيح بمنع الحائض والنفس من تلاوة القرآن وإنما هذا خاص بحال الجنابة هو الذي ورد المنع للجنوب أن يقرأ شيئا من القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن إلا الجنابة فإذا احتاجت المرأة إلى تلاوة شيء من القرآن للورد أو لتكرار حفظه لألا تنساه فلا بأس بذلك إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة